مرحبا معكم الدكتور انتون اليوم جايب لكم خبر ابدا مش حلو ما معكم خبر بهم صحتكم كتير احضاروا الفيديو وركزوا كتير منيح هذا الموضوع منه مزح ما بينلعب فيه تأكدوا كتير منيح لانه لصحتكم وصحت ولادكن يلا خليكن معي وشوفوا راح شو راح خبركن وشو راح تكتشفوا اليوم معي بهيدا الفيديو راح احكيكم عن بودرة اشتا هي مسحوق غنب البروتين مصنوع من طحن الجراد نعم من طحن الجراد تحديدا من هيدا الجراد من نوع اشتا دوميستيكوس يعني جراد تعرفوا كلكم شو الجراد المعروف باسم جراد المنزل وبيستخدمه هيدا المسحوق كمكمل غزائي ومصدر للبروتين بيوفر بديل للبروتينات الحيوانية التقليدية وفيه هاي الخصائق السيرسي غني بالبروتين غني بالعناصر الغزائية ومستدام والاستخدامات يمكن انه كمان بيستعملوه اول شي بالعصير الواحي الطاقة المخبوزات وغيرها من الوصفات لزيادة مخزون لمحتوى البروتين فهلا انا رح فرجيكم اي مأكلات موجودة بالسوق مكتوب على العلبة بس تقروا اشتة يعني هيدا موجود فيها طحن الجراد هلا بقلكم اي منتجات فيها طحن الجراد رح تجنوا رح تتفاجئوا انتبهوا 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 سألنا الجوجل اي منتجات فيها مواد الاشتة كتب لنا باكيري برودكس يلي هن الخبز الكيكس الباسكوت البروتين اللي هن العصائر الامتلجي والباسطة صحون الباسطة وهيدول اللفات اللي فيون كزا نوع عمح الباسطة المجففة انواع البيرة وانواع الشوكولاتة وفي كتير انواع كتير غير مأكلات موجود فيها الاشتة تنتبهوا كتير منيح خصوصا اللي عم بياكل خبز انتو عم تاكلوا حشرات لصحتكم هيدا الموضوع منو مسحة وعملوا البحث بانتو بنفسكم ورح تشوفوا انو انتو عم تاكلوا حشرات هيدا عم بيسممو لكم بالاكل وحتى رح فارجيكم بالعربي اللي ما قدروا يقروا انجليزي رح فارجيكم هلا طلعوا معي رح عبرهم الشاشة رح تشوفوا شو المنتجات اللي فيها المواد الجراد عم تاكلوا جراد للأسف ما فيه دولة ما فيه رقابة عم يغشوكن يعيب الشوم أطفالنا عم تتسمم عيالنا عم تتسمم كلنا عم نتسمم للأسف عم يدمرونا عم يدمروا صحتنا تفضلوا تفضلوا هون مسحيق البروتين الواح البروتين المخبوزات كانت تضاف بودرة أشتة الى وصفات المخبوزات مثل الخبز الكعك والبسكوت البسكويت لزيادة كيمتها الغذائية وهون معكرونة البروتين وأطعمة الطاقة الخفيفة شوفوا شو عم يعملوا فينا مين ما بيأكل خبز مين ما بيأكل كعك مين ما بيأكل بسكوت مين ما بيأكل شوكولات كله فيه مواد حشرية عم ناكل جراد عم ناكل حشرات يا عالم